على صعيد نفسه أكد الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدينة تواصلهم مع وزير الكهرباء لؤي الخطيبة لعادة النظر في قرار نقل مقر الشركة العامة لإنتاج الطاقة للمنطقة الشمالية من بيجي إلى الموصلة كونه قرار سيلحق أضراراً اقتصادية واجتماعية في المحافظة وشدد المحافظة على حق محافظة صلاح الدينة في إدارة المشاريع الاستراتيجية المتمثلة بمحطات الطاقة والمصافي التي تمثل عصب الحياة للاقتصاد العراقي وتضم أكثر من عشرة آلاف موظفة وأكد الدكتور عمار جبر خليل أن محافظة صلاح الدين تنعم باستقرار أمني مشهودة وهناك تعاون تام بين إدارة المحافظة والدوائر الموجودة فيها والتوجه نحو إعادة البناء والأعمار في مختلف المجالات مبيناً أن حكومة المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية لضمان حقوقها بالشكل الذي يحافظ على السلم المجتمعي فيها